مرة تاني أحبائي قلوبنا تدمى من أجل ما حدث في تركيا وفي سوريا صعب الواحد يعبر عن هذا الموضوع بكل معنى الكلمة يعني صعب 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 جدا قلبنا مع كل العائلات اللي فقدوا أحبائهم بنعزيكوا وربنا فعلا يسندكوا في هذه الأوضاع الحرجة والصعبة وبصلي حماية على البقية وكل المتضررين اللي خسروا بيوتهم وخسروا ممتلكاتهم بصلي إنه الرب يعودهم كل العائلات اللي خسرت الأرواح وطبعا هذا صعب يستوعب الإنسان ربنا يعزيكوا وبصلي من أجل تعويض إلهي ومن أجل بركة إلهية على شعوب تركيا وسوريا أنا رحت عدة مرات على سوريا وهذا الشعب عزيز على قلبي وغالي جدا فأنا دايما برفع هذا البلد في صلواتي ولكن عنوان الموضوع ليس له طبعا علاقة بما حدث لأن ما حدث ممكن أن يحدث في أي بلد في العالم فإحنا كلنا متساوين أمام الله نحتاج نعمة الرب وفعلا محتاجين رحمة الرب يعني هاي الكلمة كلمة الرحمة لما بفوت على السوشال ميديا عم بجدها متكررة مئات بل ألاف المرات رحمتك يا رب رحمتك يا رب وفعلا إحنا منكرر نفس التعبير رحمتك يا رب يا رب ارحم وربنا يشفي كل القلوب المجروحة ويعزي كل الحزانة والرب يسترد كل مسلوب اشتركوا في القناة